من طهران ينضم إلينا أبو طالب العبدالله أبو طالب حيثيات وظروف إعلان وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية هل وجدت الجثامين أم أنه استنتاج بسبب وجود أو عدم وجود أي علامات حياة؟ نعم لم يتطرق البيان الرسمي الإيراني بخصوص الجثامين ولكن على ما يبدو نعم لأنه هذا الإعلان جاء بعد طول انتظار أكثر من 16 ساعة من عمليات البحث والإنقاذ وجهود ربما بذلت خلال ساعات الليل منذ أن أعلنت حادثة فقدان المروحية أو هبوطها اضطراريا في الرواية الأولى وحتى الساعة السادسة من فجر هذا اليوم عندما وصلت فرق الإنقاذ والطواقم العاملة من مختلف القطاعات إلى المكان الذي سقطت فيه هذه المروحية على سفح جبل بحسب التفاصيل التي وردت وهذه المنطقة الجبلية بالغة التعقيد وربما البيانات التي صدرت على لسان المسؤولين الإيرانيين أوضحت بشكل أو بآخر إلى أن هذه المنطقة غير مأهولة أصلا ويتعذر الوصول إليها ربما عبر المسارات المعتادة وسوء الأحوال الجوية هو الذي فاقم بشكل كبير من جهود الإنقاذ وعمليات البحث وبالتالي عندما يعلن بشكل رسمي وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكل المسؤولين الحكوميين الذين كانوا على متن هذه الطائرة على رأسهم وزير الخارجية أو أبرز المسؤولين أمير عبداللهيان وبالتالي هناك على ما يبدو حسم لهذه المسألة بالعثور على هؤلاء وقد توفوا نتيجة هذا السقوط للطائرة في ظل ظروف جوية صعبة كما وصفها البيان الذي تحدث بشكل أو بآخر إلى أن هذا الحادث المأساوي حسب التوصيف جاء في ظل ظروف جوية صعبة الآن يتم الحديث في إيران سينار دعيني أن تحدث قليلا عن مسارات الدستورية لما بعد هذا الحادث وهذا التأكيد هناك اجتماع أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية قبل قليل أن اجتماع حكومي يعقد وهو الأول بعد تأكيد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وبالتالي هناك الآن أمر دستوري سيتم بحسب المادة 131 فإن النائب الأول محمد مخبر هو الذي يتولى منصب الرئاسة ولكن بعد تأييد المرشد الأعلى علي خامنأي وبالتالي يتوقع أن يكون هذا المسار الدستوري والقانوني يتم الإعلان عنه بشكل تفصيري خصوصا أن هذا الاجتماع ما زال معقودا ويتوقع على بشكل أو بآخر بأن هناك إجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة ستأخذ مجراها بطبيعة الحال فيما يخص التشيع وربما إجراء المسارات الدستورية لتولي النائب الأول محمد مخبر منصب الرئاسة لفترة مؤقتة وفق ما ينص عليه الدستور الإيراني وفق ما ينص عليه القانون وبالتالي سيكون هناك بعد ذلك مجلس يشكل من الرئيس بصفته الجديدة المؤقتة ومن رئيس البرلمان ومن رئيس السلطة القضائية هذا المجلس مهمته إجراء انتخابات جديدة وتهيئة الانتخابات خلال خمسين يوما من هذا التاريخ وبالتالي هذا هو المسار الذي يعمل عليه الآن في إيران والرأي العام الإيراني بحسب البيانات التدريجية وتصريحات المسؤولين كان مهيئة ربما للوصول إلى هذه النتائج خصوصا أن التصريحات التي سبقت إعلان وفاة وتأكيد إعلان وفاة الرئيسي وكذلك وزير الخارجية كانت أشارت من قبل هلال أحمر الإيراني إلى انعدام مظاهر للحياة في محيط المكان الذي شهد سقوط هذه المروحية وبالتالي الجميع الآن يترقب وهناك طمئنات من البرشد الأعلى علي خامنائي بأنه لن يكون هناك فراغ دستوري لن يكون هناك قلق ربما على الساحة السياسية أو حدوث فراغ ربما يخيف المواطن الإيراني وبالتالي هذا ما تعمل عليه السلطات الآن لبلورة المرحلة المقبلة والرؤية الجديدة خصوصا أن هذا الحادث سينار يأتي في ظل ظرف مؤقد في المنطقة وعلى الصعيد الدولي وهذا الظرف المؤقد بطبيعة الحال تدرك السلطات وتتعاطى معه وفق التصريحات وتقول بأن المسار القانوني يضمن عدم وجود فراغ في السلطة وسيكون هناك إعلانات نتوقع على مدار اليوم تؤطر ملامح المرحلة المقبلة هناك رئيس انتقالي مؤقت هناك انتخابات ستجرى بعد إعلان أو تشكيل المجلس الذي سيتولى أو سيكون منوط به ربما إدارة المرحلة المقبلة هذه ربما أولوية عدم أو معالجة مسألة الفراغ الرئاسي لكن ماذا عن المسار الآخر وهو سير التحقيقات؟ حتى الآن سينار كل التصريحات الإيرانية التي صدرت لم تشر بشكل أو بآخر إلى وجود حادث جنائي أو شكوك بطبيعة الحال سيكون هناك تحقيقات السلطات الإيرانية والمسؤولين كان شغلهم الشاغل خلال الساعات الماضية نتكلم عن أكثر من 16 ساعة شغلهم الأول هو الوصول إلى مكان تحطم هذه الطائرة موضوع صعوبة الظروف الجوية والعاصفة المطرية والضباب كلها كانت حاضرة في تصريحات المسؤولين الإيرانيين وأشاروا بوضوح إلى أن هذه العواصف وهذه الحالة المطرية والضباب الموجود هو الذي تسبب ربما بسقوط هذه المروحية لم يتم حديث بشكل رسمي في الأروقة السياسية الإيرانية عن وجود شبهات وما إلى ذلك لكن بطبيعة الحال هناك تساؤلات كثيرة سواء بوسائل الإعلام وغيرها والمحللون والمراقبون بطبيعة الحال سيكون هناك تحقيق إلى أن تعلن السلطات عن إجراء هذا التحقيق والوقوف على ملابسات أو الملابسات الكاملة لسقوط المروحية نتعاطى مع التصريحات الرسمية التي أشارت أو تبنت هذه الرواية وسنتعاطى مع التصريحات الرسمية التي تصدر تباعاً والتي ربما تشير إلى نتائج لاحقة لهذه التحقيقات وتحسم الجدل حول ظروف وملابسات سقوط هذه الطائرة في هذا التوقيت خصوصاً أنه كان بزيارة رسمية لمنطقة أذربيجان الشرقية هذه المحافظة وافتتاح السد المائي برفقة الرئيس الأذري وبعد ذلك العودة إلى البلاد وكل التصريحات كما أشرت سينار تتعاطى مع هذه الواقعة لأنها حدث في ظل أجواء صعبة كانت تعصف بالمكان إلى أن تكون هناك رواية رسمية أخرى سنتعاطى معها أبو طالب الأجواء الداخلية في طهران في إيران في عموم إيران كيف استقبل هذا الأمر؟ على المستوى الشعبي أنا وصلت سينار دعيني أشير فجر اليوم إلى طهران على المستوى الشعبي هناك كان حالة ترقب لما ستقول إليه ربما أو يقول إليه الإعلان كان هناك آمال بالعثور على ناجين خصوصا أن حادثة السقوط لم تكن مؤكدة بالرواية الأولى ولكن مع الإعلان شاهدنا بث بعض القنوات الإيرانية والتي بدأت تتعاطى مع الأمر والعزاء يتم تبادل العزاء وبعض ربما الموشحات الدينية يعني ربما من المبكر جس نبض الشارع الإيراني واستقراء وامتزاج استمزاج الآراء حياله طبيعة المرحلة المقبلة وأثر هذا الحادث على المشهد السياسي الإيراني خصوصا أن هذا الحدث هو حدث فريد ربما ولم يحدث سابقا أن تسقط طائرة تودي بحياة أعلى هرم السلطة وأعلى مسؤول يشغل حقيبة الخارجية وبالتالي هناك بطبيعة الحال ربما أسئلة كثيرة تثار سواء في الداخل الإيراني وكذلك في المحيط الإقليمي والمنطقة ودوليا عن الأثر خصوصا مع إثارة كثير من المتابعين في الدول وربما على صعيد المنطقة عن أنه لا يمكن فصل هذا الحادث كما تناولت بعض الأنباء ولكن هذه كلها تحليلات سينار كما تعلمين في ظرف استثنائي ربما ستسير كل الأمور بشكل استثنائي أبو طالب العبدالله من طهران شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك